اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة على الدولار النيوزلندي تصدر في تمام الساعة الرابعة صباحا بتوقيت مكة المكرمة هو خبر الفائدة الصادرة عن البنك المركزي النيوزلندي وايضا سوف يكون لدينا في تمام الساعة الخامسة صباحا المؤتمر الصحفي للبنك المركزي النيوزلندي وفي تمام الساعة العاشرة صباحا بتوقيت مكة المكرمة على اليورو يصدر مؤشر سعار المستهلكين الألماني وايضا في تمام الساعة الثانية عشر مساءا على اليورو يصدر مؤشر ايفو لمناخ الأعمال الألمانية ومن ثم سوف تختتم البيانات في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة على الدولار الأمريكي بانعقاد محظر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إذن أخواني الأعزاء نبتد فقرة التحليل الفني بتحليل مؤشر الدولار الأمريكي الدولار إندكس ونلاحظ أخواني الأعزاء أن مؤشر الدولار الأمريكي لا يزال يتداول في ظل منطقة هامة جدا ولا يزال يتمسك بالزخم الإيجابي الصاعد وذلك بعد أن رأينا تصريحات السيد باركين أحد مشرعي السياسة النقدية في الاحتياط الفيدرالي وأحد أعضاء الاحتياط الفيدرالي الذي تحدث وصرح أن الاحتياط الفيدرالي يحتاج لمزيد من التشديد في ظل سوق العمل القوي وأيضا ننتظر محظر الفيدرالي لسوق المفتوح وهو هام جدا حيث أنه سوف يتم النقاش فيه حول رفع أسعار الفائدة وسوف يتم طرح موضوع 50 نقطة أساس في اجتماع الاحتياط الفيدرالي في شهر مارس القادم إذن أخواني الأعزاء على الصعيد الفني نلاحظ أن مؤشر الدولار الأمريكي إذا نجح بالتماسك أعلى المتوسط المتحرك والثبات أعلى مستوى المائة وأربعة قد نشاهد الدولار الأمريكي يضرب مجددا ويتوحش ويهاجم الأسواق وقد نشاهد انطلاق صوب مستوى المائة وخمسة ومائة وستة خلال التداولات القادمة ولن نلغي هذه النظرة الإيجابية إلا بكسر مستوى المائة وأربعة إذن أخواني الأعزاء ننتقل إلى تحليل زوج اليورو دولار ونشاهد زوج اليورو دولار يعود للتداول تحت الضغط ويستقر بالتداولات أدنى داون تريند لاين واستمرارية التداولات دون مستوى الواحد فاصلة صفر سبعة آلاف تقود الزوج إلى استهداف مستوى الواحد فاصلة صفر ستة آلاف والذي إذا شاهدنا كسر لهذا الدعم الماثل أمامكم بالخط الأحمر المتقطع قد نشاهد المزيد من الخسائر للزوج واستهداف مستوى الواحد فاصلة صفر خمسة آلاف ولن يلغى هذا السيناريو السلبي الهابط إلا باختراق الواحد فاصلة صفر سبعة آلاف ومحاولة بناء مراكز شرائية أعلىها وتكوين موجة صحيحية صاعدة أعلىها إذن أخواني لعزان ننتقل إلى تحليل زوج الباوند دولار وهو الآخر قد استطاع التحرر من ضغوط الدولار الأمريكي ونجح باستعادة السيطرة على الزخم الإيجابي على الأب تريند لاين مدعوما بالبيانات الاقتصادية الذي صدرت على الجنيه الاسترليني بشكل إيجابي وحتى اللحظة إذا نجحت التداولات أعلى مستوى الواحد فاصلة عشرون ألف لا نزال نرجح الكفة الإيجابية ولا نلغي ونغير نظرتنا الإيجابية للزوج إلا بكسر مستوى الواحد فاصلة عشرون ألف والتداول دونها إذن أخواني الأعزاء ننتقل إلى تحليل زوج الباونديان الملقب بالمجنون نشاهد زوج الباونديان يصل إلى الهدف الأول الماثل عند مستوى الـ 163.500 والذي إذا نجح باختراقه سوف يمتد المد الإيجابي للزوج ليستهدف مستوى الـ 165.500 خلال التداولات القادمة ولن نغير النظرة الإيجابية طوال ما أن الأسعار تتداول أعلى مستوى الـ 160.500 إذن أخواني الأعزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الإسترالي مقابل الدولار الأمريكي ونشاهد محاولات التراجع والخروج عن الـ Uptrend Line وإذا نجحت الأسعار بتأكيد كسر مستوى الـ 0.68.780 قد نشاهد إنحدار للأسعار صوب مستوى الـ 0.68.000 و 0.67.350 خلال التداولات القادمة إذن أخواني الأعزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الأمريكي مقابل الـ YEN الياباني ولا يزال الزوج يتماسك محاولا مهاجمة مستوى المقاومة المهام الماثل عن مستوى الـ 135.500 والذي إذا نجحت الأسعار باختراق أو سوف نشاهد مد الدولار الأمريكي أمام الـ YEN الياباني يستمر نحو مستوى الـ 137.140 ين مقابل الدولار الـ 1 إذن أخواني الأعزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الأمريكي مقابل الليرا تركيا ولا يزال السيناريو الإيجابي الصعد هو السيناريو المرجح حاليا واستمرارية التداولات أعلى الأبتند لاين وأعلى المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم والثبات أعلى مستوى 18.85 يرجح المد الإيجابي الذي يستهدف مستوى 18.95 وقد نشاهد الانطلاق صوب مستوى 19 ليرا مقابل الدولار الأمريكي الواحد إذن أخواني الأعزاء ننتقل إلى تحليل البيتكوين مقابل الدولار الأمريكي ويفشل البيتكوين بعد العديد من المحاولات باختراق نقطة المحور ونقطة البايفيت الماثلة عن مستوى 25 ألف دولار وإذا استقرت الأسعار دون 25 ألف دولار ودون المتوسط المتحرك قد يدخل البيتكوين في موجة تصحيحية هابطة قد تصل إلى مستويات عميقة تستهدف 23 ألف دولار و22 ألف دولار خلال التداولات القادمة ولن يلغى هذا السيناريو التصحيحي الهابط إلا باختراق 25 ألف دولار والعودة أعلىها إذن أخواني الأعزاء ننتقل إلى تحليل الريبل مقابل الدولار الأمريكي ونلاحظ أخواني الأعزاء أن الريبل يتراجع ويتداول دون المتوسط المتحرك مقتربا من منطقة الثمانية وثلاثون سنت والذي إذا نجحت الأسعار بكسرها سوف نشاهد انحدار الأسعار وتكبد الخسائل للريبل صوب مستوى 36 سنت وأربعة وثلاثون سنت ولن يلغى هذا السيناريو السلبي إلا بالتماسك مجددا والعودة على الأربعون سنت إذن أخواني الأعزاء ننتقل إلى تحليل ملك الملاذات الآمنة ومثل ما تحدثنا الذهب باستمرارية تداولاته خارج الأب تريند لاين وخارج القناة الرئيسية الصاعدة ودون مستوى 1845 دولار مقابل الأنصة الواحدة وشددنا على هذا المستوى في تحليلات السابقة لأن هذا المستوى هام جدا يحدد مسار الذهب وذكرنا في التحليل السابق أنه مفتاح الجلسة لتداولات الذهب ولا يزال في الجلسة الحالية هو مفتاح التداول للجلسة الحالية وهو مستوى 1845 دولار حيث أن اختراقها سوف يعيد الآمال الإيجابية للذهب وقد يخلق مراكز شرائية تصل إلى مستوى 1895 أما استمرار التداولات بهذا الشكل دون مستوى 1845 دولار مقابل الأنصة الواحدة قد يؤدي إلى تراجع يصل بالأسعار إلى مستوى 1810 و 1790 دولار مقابل الأنصة الواحدة إذن أخواني لعزان ننتقل إلى تحليل النفط الخام ونشاهد النفط الخام لا يزال يتداول أدنى ويستمرارية التداولات أدنى مستوى 78 دولار لا تزال تكبت النفط الخام المزيد من الخسائر الذي قد تستهدف مستوى 74 دولار و 70 دولار على المدى المتوسط ولن يلغى هذا السيناريو إلا بالعودة مجددا أعلى 79 دولار مقابل البرميل الواحد إذن أخواني لعزان ننتقل إلى تحليل الفضة ونشاهد أن الفضة تفشل بالتحرم من الضغوط البيعية واستمرارية التداولات الفضة دون مستوى 22.100 لا تزال تضع الفضة في وضع حرج قد يؤدي بها إلى الهبوط صوب مستويات الواحد وعشرون ولن يلغى هذا السيناريو السلبي إلا باختراق مستوى 22.100 وثبات أعلىها إذن أخواني لعزان ننتقل إلى تحليل الغاز الطبيعي ونشاهد الغاز الطبيعي لا يزال يتداول أدنى ويستمرارية التداولات دون مستوى 2.40 لا يزال يصدر السلبية للغاز الطبيعي والذي يقترب من هدفه الأول الماثل عند مستوى 2.10 والذي إذا رجحت الأسعار بكسره سوف تمتد الخسائر لتطال مستوى 1.80 ولن يلغى هذا السيناريو السلبي الهابط التشاومي إلا بعودة أسعار الغاز الطبيعي على مستوى 2.40 إذن أخواني لعزان ننتقل إلى تحليل قائد السوق الأمريكي موشرة داو جونز الصناعي ومثلما تنبأنا في التحليلات السابقة كسر مستوى 33750 يولد فرصة بيعية تستهدف مستوى 33200 وتقترب الأسعار حالية جدا منه وتستهدف مستوى 32750 على المدى المتوسط ولن نلغي النظرة السلبية الهابطة المؤشر داو جونز إلا باختراق مستوى 33750 وعودة الأسعار أعلىها إذن أخواني لعزان ننتقل إلى تحليل مؤشر ستاندردان بورز SB500 ونشاهد الـ SB500 يقترب من منطقة الدعم ومن نقطة البايفت الماثل عند مستوى 4000 والذي بكسرها سوف يفقد الـ SB500 فرصته للبقاء في السيطرة على الزخم الإيجابي وقد نشاهد إنحدار يستهدف مستوى 3920 و 3840 خلال التداولات القادمة إذن أخواني لعزان ننتقل إلى تحليل مؤشر الداكس الألماني ويحاول الداكس الحفاظ على مراكزه الشرائية أعلى مستوى 15300 والذي إذا نجح بكسر مستوى 15300 سوف يفقد الداكس الزخم الإيجابي وتعرض لموجة بيعية قد تصل إلى مستوى 1514800 ولا سبيل للداكس بالنجاة من الضغوط البيعية إلا بالتماسك أعلى مستوى 15300 إذن أخواني لعزان ننتقل إلى تحليل مؤشر الكاك الفرنسي ونشاهد مؤشر الكاك لا يزال يصارع ويقاتل حول المتوسط المتحرك وحول مستوى 7300 والذي إذا نجحت الأسعار بالتماسك أعلى سوف نشاهد امتداد للمكاسب صوب مستوى 7500 وكسر 7300 يلغي التداولات الإيجابية وقد يدخل المؤشر في موجة بيعية هابطة تستهدف 7100 إذن أخواني لعزان ننتقل ختاما إلى تحليل مؤشر النازدك ويفشل النازدك بالحفاظ على المراكز الشرائية مقتربا من منطقة الدعم الرئيسية الماثلة عن مستوى 12000 والذي إذا نجحت الأسعار بكسرها سوف يدخل فعليا النازدك في ظل المسار الرئيسي الهابط والذي قد يستهدف مستويات تصل إلى مستوى 11150 ولن يتحاشى النازدك السقوط إلا بالتماسك أعلى مستوى 12000 أما كسر الـ 12000 وهو سوف يؤكد الضغوط البيعية ويخلق الفرص البيعية على المدى المتوسط إذن أخواني لعزائي لهنا نكون قد انتهينا من فقرة التحليل الفني اليومية أشكر لكم حسن المتابعة وتقبلوا مني طيب التحيات وفي أمان الله شكرا